ناقشت وزيرة البيئة ياسمي فؤاد مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اندر اندرسون استعدادات مصر لتنظيم واستضافة مؤتمر تغير المناخة قاب 27 بمدينة تشرم الشيخ لأذلك على هامش مشاركتها في الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والمنعقد في مدينة نيروبي وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تأخذ التنوع البيولوجي ضمن أولوياتها لأنه يؤثر على التغير المناخي مؤكدة على الدور الهام للتمويل خاصة فيما يخص التغير العالمي للتكيف والنتائج الخاصة بتمويله التي ظهرت في مؤتمر جلاسجو وأيضا الجزء الخاص بدعم التنوع البيولوجي وأشارت إلى أن استراتيجية مصر لتغير المناخ تحتوي على التكيف وتخفيف ومن جانبها أثنت أندرسن على رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي والخروج بخارطة الطريق في فترة بداية جائحة كورونا وأعربت عن ثقتها في تولي مصر رئاسة مؤتمر المناخ المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر